موسيقى 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 إذا قلت لك بليرك تدير واحد الغالة تقدر يسقطك واذا ستصيقني وليلا طيب يتحال حينت الغالة لك تدير ما غيرت تحس بيه حتي فود الفود وهذا الهاضر اللي ستسمع في هذا الفيديو مبنية عن تجربة شخصية وليست كلام من فراغ قبل ما ندوز المفيد بغيتك تفرج في هذا المقاطع وتحاول تستنتج أوجه التشابه وبيناته المات تشاوى رسعب المات طويل طويل وحد دراجة كبيرة الفيديو صعب بزاف أينشتين مغي خرجوه شك الفيديو قلنا مش موشكين قلنا مش موشكين عاودوا في المات جاء المات تشاوى صدمنا المات قال الفيديو ما كاش عرف هواله ربارة الفيديو حطول لنا صعب اليوم المات صعب فاش مغلنا جواد مقعد فاشو ومن المعاملة اليوم بزاف فاشو كنظن رك لاحظتي باللي أغلب تناميد كيتشكو من هادمه مات في السنة مع العلم أن التناميد من بداية السنة وهم يحفظوا ويصهروا ويخدموا تمرين وطنية ولكن هناك ما جابوه نقطة مزيانة هذا الشي ماشي عادل لك قبل ما نجاوبك على السؤال لك قد نقول لك واحد حاجة وش ملاحظتيش بالليحة التناميد متشكة من هونجلي وفلسان مع العلم أن أغلب التناميد كيقولوا باللي هادوجوج مواد صعاب وفيهم الحفاظه بزاف والغريب في الأمر هو أنهم يوجدوا لهذه المواد حتى يبقى غير شهر المتحان وطني فهنا عقلك سيوقف حيث هذا الشي ماشي منطقي كيف الزعمة؟ حفاظت صارت ليالي وفي الأخر هادوك المواد اللي كتمعول عليهم سنجيب فيهم السؤال السبعة في المعدة لماذا يضعوا هاد المواد صعاب وش بالعالي بغي سقطونا؟ ستكتعرف باللي ماشي المواد همالك يضعوا صعاب ولكن نرى المنهجية هي اللي كتبدي العام ورعام وهذا القرار بدأ من سنة 2018 وبالطبط في العام اللي خديت فيه أنا الباك تخيل معي؟ ما خليت مدرت حفظت صارت ذات سوايا ومع ذلك فاشتبدت المنهجية دل هاد المواد حيث تبلي أول مرة غدي خدمشي وطني مع العلم دع الوطنيات خدمتهم من 2010 حتى 2017 ومع ذلك ما عرفت منين مدى الورقة فهذا بغت تسويني ياوا كيف هتنجح شيء؟ وحاجة أخرى شن هو الغلط اللي غدي سقطنا؟ كون هاني غدي نجاوبك ونطقي حتى الحلول أول حاجة كيف هتنجحت؟ صراحة نسقطت في العادية وبالرغم من ذلك كما استسلمت وكمنت حسنت استدراكية ولكن ما درتش نفس الغلط اللي سقطني في العادية اللي هو أنا عوّل غير على هاد المواد مشيت حفظت الفلسفة واللونغلي حتى هنبا والحمد لله نجحت واجبت فيه 14 مجوج بيوم عرفت على شبت فيه 14 وخحفظتهم في مدى قصيرة حينت بكل بساطة المنهجية لللونغلي والفلسفة عمرهم تتبدلو ودكسي اللي راجعتو نفسه تحط عمرك تحقر هاد المواد غير حينت المعامل ديالهم جوج ولكن إلا جمعتيهم غادي يعطيك ربعة في المعامل يعني إلا جبت فيه منقص وينا غادي تعود لك شمات دائمية في حالة مجتيش فيها مزيان أما بالنسبة للسؤال الثاني شنو هو الغلط اللي غادي سقطك؟ بكل بساطة واستنتاج اللي ما سبق ورا إلا بغيت تنجح عمرك تعاول غير على مادة أو جوج خاص كل المادة تعطيها حقها في الحفاظة حيث انت مضامة شحر غادي تجيب في كل المادة وحاجة أخرى بلا ما تقدي الحساب الشارفات آه عندي في الجاوي تسعود ضنك خاصني في الوطني كده وكده وفي المراقبة كده وكده باش يلا نجح كتكون طالب غت ساعة دول وفي الأخر من المنهجي كتتبدل كتبقى تشكي وتبكي لا أخوي واختي دير جهدك كامل في جميع المواد وبرمج عقلك على قاعدة واحدة تحت أي ظرف قمت بشكل في هذا الفيديو اخوتي وإذا أريد عليك شي صاحبك وبغي لي الخير بارتجي مع هذا الفيديو أو بالمناسبة لماذا زي ما بدأت لانجلي فهذا هو الموقت المناسب دخل القناة عندي وغلقى جميع الدروس مبسطين كان معكم خريط وستوس ونشوفكم في الفيديو الجاي سلام اشتركوا في القناة